مرحبا جولة نهاية الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي من حول العالم ونرصد أبرز أخبارها ونرى ما يدولون الناس على هذه المنصات المختلفة دعونا نبدأ سلوغن بالبداية على تويتر بزمن كورونا الالتزام بالإجراءات الوقائية أمر من المفترض أنه صار شيء من المسلمات للأسف هذا الشيء ما عم نشوفه بالقدر المطلوب بشوارعنا السورية ولكن نسب الالتزام المجتمعي عم تكون أعلى وأفضل بدول تانية بهذا السياق تعرضت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل لموقف طريف رصدتها كاميرات داخل فارلمان الألماني والدول مستخدمي تويتر الفيديو بشكل واسع حول العالم بحيث نسيت ميركل تحط كمامتها بعد انتهاء من إلقاء كلمة حول كورونا فبعدما رجعت لمقعدة ونسيت تاخد الكمامة رجعت سريعا لمنصة المتحدث للحصول على كمامتها مرة تانية ولطقطت الكاميرات لحظت انتباه ميركل لنسيان كمامتها وتحركها سريعا بشكل طريف ومهضوم بحيث أنه أثناء عودتها لمقعدة صار عكتار من الأشخاص داخل البرلمان لا تنبيها بأنه نسيت الماسك على المكتب تبع المتحدثين أو المنصة الخاصة فيهم فدركت المستشار الموضوع وهرولت سريعا لألتقاته القصة صارت بعد خطاب استمر حوالي 22 دقيقة دافعت في ميركل عن سجلة بمكافحة وباء كورونا بألمانيا ولكن يبدو أن هذا الموقف الطريف ترك أثر أكبر عند الناس أكبر بكتير من أي شيء تاني ورد بخطاب ميركل هالشي فينا نستنجو من الانتشار الواسع للفيديو خلال الساعات الماضية نتمنى ونحكي دائما عن موضوع الالتزام للإجراءات الوقائية بالكمامات بالدرجة الأولى والشي للأسف ما عم نشوفه بالقدر المطلوب لحد اليوم بعد مرور سنة وأكتر من كورونا بوجودة بحياتنا إن شاء الله الأيام الجاية تحمل مزيد من الانتباه لهي التفاصيل ولخطورة الموضوع عند الجميع تاني خبر معنا بحلقة اليوم رح نكمل فيه لمرة جديدة كمان على تويتر بحلقة مبارح كان الخبر الثاني من نصيب الرئيس السابق دونالد ترامب وللمصادفة كمان الخبر الثاني بحلقة اليوم رح يكون أيضا من نصيبه ولكن بطريقة غير مباشرة رح نحكي أكتر عن أملاكه وليس عنه بحيث تحول أحد فنادق دونالد ترامب بأتلاتينك سيتي لركام خلال ثواني قليلة بعد هدمه باستخدام 3000 أصبع من الديناميت وبمشهد وثقوه كثير من سكان المنطقة المحيطة بمكان التفجير ونشروا عبر السوش الميديا بالإضافة للوكالات الإخبارية المختلفة كان هاد الكازينو يلي أغلق أبوابه في عام 2014 بعد إعلان إفلاسه أول عقار لترامب بها البلدة السحرية الأمريكية الشهيرة بالكازينو هاد وصلاة القمار افتتح بالعام 1984 وما خضع من لحظة افتتاحه لأي عملية صيانة لهيك وخلال العواصف كانت قطع من الواجهة الخارجية تبعه عم تتساقط على الممشى البحري الأريب من المبنى الأمر الذي دفع رئيس بلدية أتلاتينك سيتي للإعلان عن هدم المبنى بمنتصف العام الماضي لأنه صار منشأة خطيرة على السكان يذكر ختاما بها الموضوع أن ترامب أقام دعوة قضائية بالعام 2014 وطالف فيها إزالة اسمه عن واجهة المبنى بعد ما انتقلت من كيتو لشخص آخر على اعتبار أنه هذا الشيء بضر باسمه وبعلامته التجارية وبآخر حلقات الأسبوع ضل معنا خبر أخير سوف نختم في الحلقة بعد ما نعمل لوج إن على فيسبوك بالوقت الذي نسمع بخلافات بين الناس على فيسبوك تنتهي ببعض الأحيان بإلغاء الصداقة بينهم اليوم الخلاف الذي سنحكي عنه أطخم بكثير بحيث أنه انتهى بإنهاء الصداقة على ما يبدو بين فيسبوك شخصيا وأستراليا استيقظ الأستراليين مبارح ليلاء صفحاتهم على فيسبوك خالية من أي أخبار بعد ما حجب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كل المحتوى الإعلامي بتصعيد مفاجأ وكبير للنزاع الأخير مع الحكومة الأسترالية على خلفية مشروع قانون بفرُض على المنصات الإلكترونية تحديدا فيسبوك وجوجل يدفعوا أموال للوسائل الإعلامية مقابل نشر مضامينهم وبعد هالخطوة تعذّر على المستخدمين فيسبوك بأستراليا لأطلاع على الروابط الخبرية المنشورة من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية وكمان تعذّر على المستخدمين بالخارج لأطلاع على منشورات الإعلام الأسترالي عبر فيسبوك رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عبر عبر فيسبوك عن خيبة أمل من خطوة الموقع المتعجرفة على حد تعبيره وأكد أن هاتصرفات بتزيد وبتأكد مخاوف دول العالم من أن الشركات التكنولوجية العملاقة حالياً صارت بتعتبر حالة فوق القانون وأكبر من الدول من ناحيةه قال فيسبوك ببيان له أنه القانون المتوقع قرر البرلمان الأسترالي خلال أيام بيسيء كتير لفهم العلاقة بينه وبين الناشرين وأضاف أنه واجه خيار صعب بين الامتثال للقانون أو حظر المحتوى الإخباري يلي صار بالأخير وبتمثل خطوة فيسبوك انشقاق عن شركة جوجل بعد ما شكلوا الشركتين مع بعض جبهة موحدة لسنوات طويلة بحملة ضد قوانين الدول بالفترة الماضية وهددوا الشركتين سابقاً بإلغاء الخدمات بأستراليا كون مشروع القانون الجديد بيطالهم هن الاثنين على حد سواء ولكن جوجل مؤخراً أبرمت تعدد اتفاقيات مع مواقع إخبارية بالأيام الماضية لاتخذ فيسبوك لحاله قراره الأخير بالحجب والتصعيد ومع هذه المشكلة بنكون وصلنا لنهاية جولة اليوم ونهاية حلقات الأسبوع كلنا برجع بشوفكم إذا الله راد يوم التنين الجاية أكاون سلوغان عم تمروا على يميني إذا حبيتوا تشيكوا عليها وتعملوا لايك أو فولو لاتسلوغاوت سلام اشتركوا في القناة